للمساهمة في تحقيق إنسيابية في حركة زائري الأربعين والمواكب العزائية وعدم حدوث تقاطع أو زحام شرعت ملاكات الحرف الإنشاية في الحطبة العباسية المقدسة بتركيب المجسر الوقتية وذلك عندما ادخل باب الإمام الحصني عليه السلام المؤدية للصحن الشريف باشرة كوادرنا بإنشاء مجسر يرفض المجسر القديم لمنطقة بين الحرمين خدمة للزوار وذلك لإستيعاب عدد أكبر من الزائرين لنقلهم من الجهة إلى الجهة الثانية طبعا ضمن المخططات والإنشاءات الهندسية بمقاطع تحمل إضافة إلى قياسات مقاربة للقياسات المجسر القديم بطول 21 متر وعرض 8 أمتار ضمن المواصفات والمخططات الهندسية وبإشراف كوادرنا الهندسية إن شاء الله ضمن الخطة وضمن الوقت المحدد لإنهاء من تنفيذ وإنجاز المجسر لفدمة الزائرين الكرام القادمين إلى كربلا المقدسة المجسر ينصب في كل عام ومنذ وقت مبكر ويندرج ضمن السعدادات العطبة العباسية المقدسة لزيارة الأربعين التي تعد الأمور التنظيمية في مقدمة أولوياتها وقد شهد هذا العام زيادة في مساحته لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزائرين